رسالة للسيدة المشاهدة رسالة الشبابنا رسالة أبنائنا في مصر خاصة وفي الوطن العربي الوطن غال الوطن غال وهو ما اتضح في وقعة فتح مك الوطن غال على القلب فليكن للوطن في قلوبنا مكانا خالدا مصر وغيرها من أقطار الأمة العربية هنا ما كان الله ليدعى المؤمنين مهاجرين إلى مكة أو مبتعدين عن مكة عشر سنوات أخرى فأراد الله أن يأتي هذا الرجل من قبيلة بكر وأن يخالف الشروط وأن يتجاوز ويتعدى على خزاعة اللي هي القبيلة القبيلة لفقل في صدنا النبي عليه السلام هنا ليحتدم الخلاف وليداس على الشروط المكحفة الظالمة بأقدام أهل الشرك والكفر وهنا وقفة من الذي نقض العهد بكر في حلف قريش من موافقتهم من الذي وضع الشروط قريش من التي نقضت الشروط قريش ليكون للإسلام سيادة وقيادة ليكون للإسلام عزة ومنعة فما كان لرسول الله أن يكون ناقضا لعهد ولا مكحفا لشرط ولكن هم الذين نقضوا عهدهم بأنفسهم ومن هنا أرادوا أن يركعوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كانت ذي البداية الشرارة بالضبط دي الشرارة أتلوا 23 من المسلمين صحيح وراح واحد من قبيلة خزاعة من المسلمين بسرعة للمدينة علشان يخبر الرسول قبل ما كريش يمنعه أن حد يروح ويخبر الرسول عليه السلام فالرسول كتمها في سره وقال هاستعد لفتح مكة وهنا كانت الانطلاقة المحمدية التي أذن بها رب البرية سبحانه وتعالى لتعلوا راية الإسلام خفاقة وليكون هذا اليوم كما تفضلت بالذكر يوم المرحمة واستعد النبي وأذاعف الناس وجمع المهاجرين والأنصار ما يتجاوز عشرة آلاف كل يرفع راية لا إله إلا الله كل يستعد ليوم مشهود ليوم ما أعظمه عند رب العالمين ما أعظمه في نفوس المسلمين المهاجرين الذين هجروا من أوطانهم قبل اليوم ما نتكلم عنه يا شيخ محمد حصل فيه وقفتين حابين نقف عندهم بعد إذن حضرتك فكرة أن أبو سفيان كريش عارف الكرسى اللي هم عملوها فعايزين يحلوا دنيا يلموا الموضوع زي ما بنقول صحيح فقرروا أن أبو سفيان يروح للرسول عليه السلام كأنها بخدعة جديدة كانين عايزين نمد في الصلح أو نغير في صلح الحديبية على حس أن لو الرسول عارف بالقتل واللي حصل إليه دي كده خلاص هم يظنون أن رسول الله لا يعلم بالزبط ورسول عليه السلام كان عارف طبعا ورفض الموضوع المشهد هنا في إيه؟ أن أبو سفيان رجع لكريش تاني عادي خالص ما اتخذش أسير ما اتخذش رهينة بوضع شروط جديدة فكرة الحرب خدعة لكن مش غدر السؤال الأهم لماذا أبو سفيان دون غير؟ ليه أبو سفيان بالزادة اللي يروح لما كانش حد التين رسول متزوج بنت أبو سفيان لسببين أما الأول فلأن أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان هي زوجة رسول الله فبالتالي لها عند رسول الله مكان وكان أبو سفيان إذا أراد إذا أراد أن يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استسمح أولا ابنتها في البداية وكان معاوية رجى الله تعالى عنه وأرضاه أحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والله سيدنا معاوية ابن أبي سفيان كان أحد كتاب الوحي إذن فله عند رسول الله أمران عظيمان كاتب الوحي وأمين على وحي السماء ثم أم للمؤمنين صارت صار اسم أبي سفيان مخلدا بها إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من ديدانه الغدر ده بصفة عامة حتى لو هو متجوز بابنته حتى لو هو مين هذا هو هدي النبي ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين هو ده مبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على طبيعته وعلى سيجيته صلى الله عليه وسلم فرفض ما جاءت به قريش وقال أنا باق على عهدي صلى الله عليه وسلم وهنا ضرت القصة في أحلى معانيها وفي أروع إن صح التعبير في أروع سيناريو إلهي وضعه رب العالمين سبحانه وتعالى لترفع قامة المسلمين الذين طردوا وأخرجوا من ديارهم ترجمة نانسي قنقر